وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الاستماع أكد وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية أكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة مشددا على أن هناك دلاء الواضحة تثبت ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية برعاية قادتها وفي هذا الإطار استعرض مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجاز الأكاديب التي تناولها وفد الدفاع الإسرائيلي في جلسة الاستماع ومحاولته تزييف الحقائق ما سمعناه اليوم بشأن العرض الذي قدمته إسرائيل يعكس عددا من الوقائع المتناقضة في كل شيء خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وأعداد العاملين الأمميين والصحفيين الذين فقدوا حياتهم إسرائيل ترغب في أن لا نرى الحقيقة كاملة بما في ذلك حجم تأثر المساعدات الإنسانية وهذا يتناقض مع ما قدمته الجهات الدولية التي تعمل على أرض الواقع إسرائيل حاولت اليوم تقديم حقيقة موازية لما يحدث في الواقع وقد تم فتح كل ذلك وفقا لما أفادت به الجهات والمنظمات الدولية في هذا الشأن هناك هجوم على القوافل الإنسانية وقد تابعنا ذلك من خلال الجهات الدولية المتابعة للأوضاع في غزة وكذلك أوضاع الصحفيين رأينا أيضا المستوطنين في الضفة الغربية وهم يدمرون القوافل الإنسانية تحت أعين جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي شكرا